حققت الحركة الشبابية في مملكة البحرين قفزات كبرى في مختلف مجالاتها بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظ الله ورعاه الداعم الأول لهذا القطاع هذا ووفرت مملكة البحرين البيئة المناسبة من أجل تحقيق الإنجازات ورفع عالمها عاليا وسط الاهتمام المتواصل بتطوير الاستراتيجيات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن مملكة البحرين سخرت كافة الإمكانيات والسبول لدعم وتطوير الشباب البحريني إيمانا منها بدورهم الهام والحيوي المشهود الذي أبرز منجزات الوطن ورفع اسمه عاليا في قمة القوائم العالمية في شتى المجالات هذا الدعم والاهتمام المتواصل جاء من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه إيمانا من جلالته بإدور الشباب في مواصلة مسيرة نهضة المملكة المتجددة وتحقيق أمالهم وتطلعاتهم المستقبلية على أرض الوطن المعطى كما تلته متابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للملف الشبابي أثرت الحركة الشبابية واستثمرت بالطاقات والمواهب لتأتي التوجهات الأخيرة لعاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بإطلاق اسم شارع الشباب البحريني على شارع المنطقة التعليمية تأكيدا للدور الذي يقوم به الشباب البحريني كمساهمين في صناعة التغيير كما أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تخصيص الخامس والعشرين من شهر مارس من كل عام يوما للشباب البحريني تقديرا لإسهامات الشباب بخدمة وطنهم والاعتزاز بجهودهم المثمرة ولم يقف الدعم الحكومي عن التطوير بتطور الأجيال فانطلقت عدة جوائز ومبادرات داعمة للشباب من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية منها جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي وجائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي لتؤكد مملكة البحرين ريهانها الرابحة دائم في الاستثمار الشبابي